اهلا بكم مشاهدينا من جديد مستمرين معاكم في صباح الشارقة يعتبر القلق مرض اجتماعي منتشر بين الكثير من الناس في هذه الأيام وهي حالة طبيعية تصيب أي إنسان عند تعرضه لموقف معين في حياته حتى نتعرف مشاهدينا أكثر على موضوع القلق وأسبابه وأعراضه وكيف ممكن نتخلص منه يشرفنا وجود الدكتور عادل الكراني طبيب نفسي ونائب الرئيس التنفيذي للمركز الأمريكي النفسي والعصبي صباح الخير دكتور عادل حياك الله معنا في صباح الشارقة صباح النور وشكرا جزيلا على صدافتكم لي حياك الله دكتور نتكلم ونعرف سادة المشاهدين أول شيء عن مفهوم القلق وأنواع نعم هو القلق طبعا هو دارج معظم الناس عارفين بشكل عام شو معنى القلق لكن لو نحن بنفصل شوية هو حالة من عدم الاستقرار أو شعور من عدم الاستقرار الداخلي يسبب خلينا نقول عدم أريحية أو تعب مصاحب لأعراض بدنية مؤظم الناس يعرفون القلق عن طريق الأعراض البدنية سواء زيادة دقات القلب أو التعرق أو الرجفة أو حتى الصعوبة في التوازن فبشكل عام القلق طبيعي موجود لكل إنسان اللي هو يقلق من الأشياء اللي ما يعرفها أو من الأشياء الغامضة لكن في الفترة الأخيرة مثل ما تفضلت الناس قامت تزيد القلق تقريبا توصل إن الإنسان يقلق من كل شيء في حياته فيبدأ عن التعب والإجهاد والأعراض المصاحبة للقلق طيب خلينا نتكلم أكثر عن أنواع هذا القلق يعني لابد أن يكون عنده العديد من التصنيفات وهل كل الأنواع نقدر نحن نعتبرها مرضية أو لا توصل لحد معين لابد أن نحن نأخذ الموضوع على محمل جد ونبدأ أن نحن نقلق من هذا القلق نعم القلق هنا أنواع فيه القلق العام وهذا طبعا من أشدهم أن الإنسان يقلق من كل شيء حتى يعني من عمله من بيته من الصباح من المساء من الخروج من المنزل من الطعام من الصحة وهذا طبعا من أشد أنواع القلق بحيث أن الإنسان يبدأ بالعزلة أو يبدأ حتى يوصل القلق لمرحلة الاكتئاب أنه ما يستطيع يقوم بأي عمل يبدأ في عدم الذهاب للعمل الابتعاد عن الناس وأدم الاختلاط فيهم حتى ممكن فقط يقعد على السرير في الصباح يعني بدون ما يطلع من السرير لأنه قلقان من الخروج من السرير وهناك طبعا قلق أنواع مختلفة فيه قلق خاص اللي هو مرتبط القلق بشيء معين فطبعا الموظفين مثلا يكون بالعودة للعمل أو مواجهة المدير أو الزملاء أو إذا كان هناك اجتماع أو حتى لو كان فيه بريزنتيشن يعني التقديم يكون الشخص يقلق من هذا الشيء فيه ناس عندهم قلق من زحمة السيائير القلق من الطيارة نحن الآن في فصل الصيف وطبعا هناك كثير من اللي يقلقون من الطيران وفي حالة خاصة اللي هي القلق الشديد اللي هنا هنوصل لمرحلة الفوبيا نسمي الفوبيا فهي القلق أنواع عادة القلق يبدأ من مرحلة الطفولة معظم الناس اللي حتى وهم بالغين قلقين لو نرجع لطفولتهم تحس أنه فيه بوادر القلق من الطفولة اللي هي عادة مرتبطة بعدم الطمأنينة يعني لو نحن نعرف القلق بطريقة عدم الطمأنينة الإنسان ما مطمئن بالشيء اللي ممكن يحصل له هو ما حصل هذا الشيء لكن ممكن يحصل له فيحس بعدم الارتياح والتعب فيتجنب مواجهة هذا الشيء دكتور أسوأ ما فيه المشاكل النفسية هي إذا ما تفاقمت المشكلة تؤدي إلى مشكلة أخرى وهذه المشكلة كذلك يعني التسلسل في الأحداث النفسية قلق ممكن يسوي عزلة العزلة ممكن يسوي اضطراب الشخصية توحد وإلى آخر نتكلم شوية عن الأشياء اللي ممكن تسبب اضطرابات القلق لدى بعض الأشخاص هي يعني في الأساس الإضطرابات القلق تي من عدم الطمأنينة الشخص ما يحص بالطمأنينة بسبب الأفكار السلبية في دماغه يعني بالرغم أن القلق يعتبر من العاطفة أو الشعور إلا أن أساسه التفكير فهذا الشخص تفكيره سلبي دائما يخاف أنه أسوأ شيء ممكن يوصل يحط أسوأ الاحتمالات أول شيء بالضبط هو دائما يحط أسوأ الاحتمالات أول شيء فيبدأ عنده منظومة الخوف عنده تزيد فهو أول شيء يحط نقطة سلبية يزيد عند القلق القلق هذه النقطة السلبية يخليها نقطتين ثلاث أربعة إلى أن خلاص ما يقدر يتحمل هذا الجزء فهذا يمكن جزء مهم في تعريف القلق الجزء الآخر عدم المواجهة يعني ممكن الإنسان مثلا يخاف من الاجتماع بس هو ما يقدر يروح الاجتماع فيقلق زيادة لأنه يخاف أنه لو راح الاجتماع ممكن يقول كلمة صحيحة أو ممكن الناس ينتقدونه أو ممكن الناس ينظرون إليه فيبدأ يخاف وطبعا أهم من ذلك أن القلق مرتبط بأعراض جسدية غير مريحة يعني تخيل الإنسان يقوم مثلا يبغي يروح الأعمال ودقات قلب تزيد نفسه ينقطع يبدأ يعرق خدود التحمر جسمه يرتجف حتى بعض ممكن يوصل إلى أنه يغم عليه أو ممكن لا تسرح لك لعشان الدوام الدوام جزء سياقة السيارات جزء الطيران مواجهة الآخرين نعم هذا السؤال أنا حب أسألك يعني فيه أشخاص عندهم قوة شخصية نوعا ما لكن عندهم قلق كبير من مواجهة موقف معين أو شخص معين مديرة ممكن حتى شريكة في الحياة يعني هذا الموضوع يسبب مشاكل كثيرة للشخص كيف ممكن أن هذا الإنسان يتغلب على خوفه وقلقه من المواجهة بالتحديد هو إذا كان القلق في حالة معينة أفضل شيء هو طريقة تغيير التفكير فيه علاج اسمه العلاج المعرف السلوكي يبدأ الأخصائي النفسي مع الشخص يقعد معاه ويشوف الأفكار السلبية يعني عادة هو الإنسان يسأل نفسه سؤال شو أسوأ شيء ممكن يحصل بعدين الأخصائية أو الأخصائية تقعد تناقش هل هذه المخاوف حقيقية يعني هل ممكن يحصل هذا الشيء فبالتدريجي لما يبدأ يغير فكرة أن أوكي ممكن يحصل أشياء بس ما بأشياء سلبية لهذه الدرجة هالخطوة الأولى الخطوة الثانية أنه يروح يواجه يروح الأشياء اللي يخاف منها يسويها وهكذا يكون علاج القلق بس طبعا تبيه فترات مختلفة أما إذا كان القلق شديد وقلق عام يعتبر أنه ياخذ أدوية معينة تخفف حدة القلق حتى يقدر الأخصائي أو المعالج النفسي يشتغل معاه ويغير المفاهيم السلبية اللي في دماغ الشخص المصر يعني المعالجة دكتور بالمواجهة نعم أنك تواجه مخاوفك أو شو بس أتوقع حتى المواجهة لها أسلوب معين ونظام معين يعني ليس الواحد مثلا يخاف أنه يوقف جدام مديره يتكلم بصوت عالي جدام الخوف يصبح حقيقة ودائما حتى نسمع هذا الشي في بعضهم يقولك إذا أنت خايف من الشي أنك تخسره خسره فتوقع حتى هذه مقولة خاطئة هي المواجهة تكون بالتدريج هو أفضل مواجهة بالتدريج أنه يبدأ تدريجيا يعني مثلا لو معظم الأشخاص يخافون من مثلا الكلام أو التقديم أمام الناس أو أمام الجماعة فأول شيء مثلا ممكن يقدم مثلا سلايدات أربعة خمسة مش لازم محاضرة ساعة كاملة هي فأربعة خمسة يرتاح بعدين يزيدها بعدين يزيدها حتى يقدر أو حتى الحضور في البداية ممكن هو يقدمها لأربعة أشخاص الناس اللي مثلا يخافون من السواقة مثلا مع الزحمة بدأ عندنا اللي هي قلق الزحمة عدد كثير من الناس عندهم القلق فهو يعاني مسكين في ساعة ساعتين في الطريق للعودة للمنزل فلما يرجع البيت يكون خلاص منهك فالناس تستغرب يقول ليش أنا لما أرجع البيت عصبي ممكن يعني يصارخ أو ما يجي للنوم ما ياكل عدل هذا كله بسبب القلق اللي عنده وساعات تكون مرتبط مش فقط بالأمل حتى بالمواصلات أو حتى بالأمور الأخرى طبعا نحن في نقطة مهمة اللي هي القلق في النوم هذه بعد نقطة أخرى منتشرة في الفترة الأخيرة أن الناس ما تنام أو ما تقدر تنام لأن مخهم شغال تحول لأرق يعني والسهر الطويل بالضبط والأرق أحد أعراض مهمة بالنسبة للقلق لأن في اللي لما هو المفروض الفترة اللي يسترخي فيها وينام أفكار تكون تبدأ تشتغل وطبعا كله أفكار تكون سلبية طيب خلينا نتكلم عن الجانب الروحاني الديني يعني أهمية أن الواحد يتفكر على الرب العالمي يسلم أمره لرب العباد كيف يمكن أن هذا أيضا يأثر ويخف من موضوع القلق بالنسبة للشخص لما يحس أنه يعني يشعر نوعا ما أنه فيه طمأنينة نعم هي الطمأنينة مهمة جدا وهي التعلق بالله سبحانه وتعالى مهم جدا في القلق عادة البسيط أو المتوسط أما القلق الشديد ما يقدر يوصل لمرحلة أنه يفكر بالطريقة التي تفضلت فيها أنه قضاء وقدر أو حكمة رب العالمين هذا طبعا بالنسبة للقلق الشديد أما للقلق البسيط المتوسط نعم فهذا مهم جدا يعني الجانب الروحي مهم جدا بعدين الإيمان أنه اللي بيحصل هذا مكتوب له أو هذا قدر من عند رب العالمين فما يقدر يفكر وايد في الأمور السلبية في حياته بس نقطة مهمة جدا أنه في القلق الشديد هذه المنظومة ما تنفع يعني ساعات تحصل أنه فيه ناس كثيرين يعانون والناس الآخرين يقول لك أوكي ليش أنت إيمانك ضعيف أو أنت طبعا هذا كلام غير صحيح هذا القلق الشديد مرض نفسي يعني تحول لقلق مرضي نعم اللي هو لألاجة للألم وفيه أبحاث في هذا المجال ويفضل أنه يلجأ لطبيب نفسي أو أخصائي عشان سيبدأ علاجه وما تكون لأثار سلبية على حياته حلو دكتور فيه موضوع يعني هل القلق مرتبط بعمر ما ممكن أن يصاب فيه الطفل يعني بعمر صغير وشو يتوجب على الأهل يعني إذا الأم أو الأب لاحظوا هذه المسألة في أطفالهم شو الممكن يعني الإجراء اللي ممكن يتبعونا في مثل هذا هو القلق من الأمراض النفسية المنتشرة في الأطفال هي عادة أن يكون أهم قلق عند الأطفال اللي هي قلق الانفصال أن الطفل ينفصل من أمة فيبدأ يخاف أو يبدأ يصيح أو يبدأ يصارخ والعائلة كلها ممكن تتأذى الأمة تقدر تروح مكان طبعا الآن نحن داخلين على المدارس أكثر شيء ملاحظ مثلا في الكي جي في الصفوف الأولى بالضبط فتحس للطفل يبكي يصيح الليل قبلها ما ينام يرجع أو يرجع من المدرسة أو في نفس اليوم يقول بطني عورني راسي عورني هذه كله يفضل أن يقيم الطفل لأن هذه أعراض القلق طبعا في طريقتين في بعض العوائل يعالجونه أنه بالشدة أنه خلاص أنت تروح وبغض النظر عن كل الآلام وكل القلق اللي عندك يحطونه في المدرسة أو في الحظانة طبعا هذا أسلوب يعني هذا أسلوب بعد فترة خصوصا إذا الطفل شخصيتي شوية خلنا نقول حساس لو حساسة بيتعب عليها بعدين لأن الطفل يظن إذا ودوا المدرسة أنه بيفقد أمة تخلوا عنها بالضبط أما يفضل النظام التدريجي وحتى في بعض المدارس الجديدة تتبعها النظام فأول يوم يجيبون الأطفال ساعة بعدين ساعتين بعدين ثلاثة ويتأكدون أن الأسابيع الأولى يكون كلها اللعب تطمين المدرسة طمنهم متعرف نفسها بالأطفال يلعبون معهم يخلونهم يأكلون الأكلات اللي هم يحبونها فبعد ما الطفل يبدأ يطمئن للمحيط الجديد هذا اللي نحن نسميه مدرسة أو روضة بعدين تشوف العكس حتى ممكن أنه ينام مبتر والسلوكيات تتحسن يصبح نشيط يتعلق أقبل خصوصا لو كان صار في عنده أصحاب وزملاء صار في عنده ارتباط وانتماء يعني سبحان الله حتى الطفل بذرة الانتباء تطلع حتى في سن صغير تشوفه خلاص صحاب يتعلق بالمدرسة يسولف حتى خصوصا لحين الجيل صار مرتبط بالتكولوجيا والياهل قام يشوف ويتعلم هذه الأشياء زاد أن في المدرسة في أطفال آخرين في سنه والآن في العوائل الجديدة شوي صغيرة والناس عايشة لوحدة فيستمتع أن في أطفال ثانين مثل يلعب معهم المراهقين فترة المراهقة فترة مهمة جدا في القلق كثير من المراهقين والمراهقات يصابون طبعا بالقلق موجود بعد هذا ولازم الانتباه له خصوصا الخجل الشديد اللي عادة يكون مرضي للبنات فبعض الناس أو بعض العوائل أو بعض الأبهات والأمهات يظنون أن هذا طبيعي لكن للأسف أن هذا البنت أو حتى الولد يعاني بشكل كبير جدا سواء في المدرسة أو في المحافلة الاجتماعية أو حتى في الزيارات المنزلية طبعا لازم الأب والأم ينتبهون له على الشيء سنقدم لهم العلاج ويعني القلق في الأساس علاج جلسات مش أدوية بعدين إذا كان شديد نحن ممكن نستخدم الأدوية لفترة معينة بس نكمل علاج الجلسات النفسية يعطيك العافية دكتور كل الشكر والتقدير أكيد لي وجودك معنا فعلا نستمتعنا بالحديث معك وعرفناه بشكل تفصيلي على موضوع القلق اللي نقدر نسميه الآن مرض العصر يعني بما أن ضغوط الحياة فرضت علينا لابد أن نقلق إذا ما قلقنا في أماكن معينة نكون أشخاص غير طبيعيين يعطيك العافية دكتور عادل الكراني طبيب نفسي ونائب الرئيس التنفيذي للمركز الأمريكي النفسي والعصبي شكرا لك شكرا لوجه شكرا مشاهدينا بعد الفاصل تجارب كيميائية مفعمة بالتشويق والمرح شكرا للمشاهدة